أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وشهد الاجتماع استعراض موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجماعي 2023-2024 حيث أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للتحاق بتلك المؤسسات وصل إلى 979485 طالباً وطالبة من خريج الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية كما وصل عدد المؤسسات التعليمية المتاحة إلى 323 ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وكذلك معاهد عليا ومتوسطة ومعاهد فنية حكومية ومعاهد صحية والجامعة العمالية ترجمة نانسي قنقر